السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مسلم بكم في الجزء رقم 10 بالتعليم رسم منظر طبيعي هنرسم في الجزء رقم 10 طرابزين حديد طرابزين حديد طرابزين حديد بالشكل ده بالميول ده ركز في الميول كواس جدا وركز الخط اللي فوق ده اللف فين ونزل بخط مستقيم بالشكل ده وركز في المكان اللي لف منه ده اهم حاجة بتجيب بقى خطوط على السلم من تحت وبعد كيف تبدأ تشتغل بشكل طولي نعمل الحديد طبعا الارضية لسه مغلصتش عشان في الجزء رقم 9 كنا شغالين في الارضية قلنا نعمل الاول العناصر اللي باللون الاسود دي وبعد كنا نشتغل نفنش الارضية جبنا لون رصاصي وبنبدأ نضيف التفاصيل بتاع الحديد اللي فوق ده وبتاع الفانوس بتاع الاضاءة اللي موجود تحت ده باللون رصاصي باختصار بنعمل ظل ونور هو احنا عملنا الظل الرسمة كلها تعملت بالظل ولكن الرصاص اللي احنا بننيفه ده هو بمثابة النور نشغل بالركز اكتر على الجانب اليمين لان الشمس لان الشمس عندنا هنا برزة اكتر من اليمين فبنركز على الجانب اليمين تفاصيل ده حضرتك ممكن ان يكون معاك رسمة من جوجل او من اي مكان للعنصر ده وتخططه بنفس الرسمة اللي معاك وتلونه برده بنفس تلوين الرسمة اللي معاك فده يفضل ان انت تكون جايب له رسمة من على النت وتخطط بيها وتلون بيها على حسب الرسمة اللي معاك طبعا التفاصيل ده تتعمل في وقت قصير جدا طريقة سهلة جدا انا تقريبا بليت الفرشة في اللون مرة او مرتين بجيب هنا اللون البني وكمان هحط عليه البرتقاني هعمل التأثير البرتقاني بارز اكتر في الاماكن دي علشان مفروض ان هنا في اضاءة خفيفة فالاضاءة خفيفة بتكون برتقاني من بعيد بقرب على اصفر بقرب على اصفر فاتح بقرب جدا على لون يعني تحسوا ابيض بس مش ابيض في لسعة الاصفر برضي فانا هنا هحاول على القد مقدر اضيف البرتقاني والاصفر وكل ما هقرب في النص وكل ما هفتح الدرجة بالطريقة طبعا الاسود لو باز منك نفيش مشكلة ممكن نعدله تاني بعد ما نخلص القلب بتاع الفانوس ده نعمل هنا الشمعة اللي شغالة جوه او اللمبة اللي شغالة جوه هنعملها على المساحة السودة الصغيرة اللي احنا رسمينها تحت فدي قعدة اللمبة او الشمعة اهم حاجة محدش ينسى يدعمنا بلايك للفيديو ده ويتأكد انه مشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصل له الاشعار على التليفون بتاعه اول ما ننزل الفيديو اللي جاي او الجزء اللي جاي وزي ما قلتلك اللي سود في الرسمة ده او في العنصر ده لو باز معك هنصلحه في الاخر بعد ما نخلص قلب الفانوس اللي جوه ده وده كان الجزء رقم 10 اشوفكم الجزء رقم 11 ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة